كما كان يفعل الصلحاء من قبل لما يصححون إسلامهم واحد من هؤلاء محمد بن أبي بكر ابن الطاغية الأول جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وسأظل أردد هاي المواقف أدري سامعينها ولكن إحنا نكتشف إخواني في كل جلسة أن هناك من يشاهدنا للمرة الأولى يستمع إلينا للمرة الأولى فلابد من التذكير بهذا دائما والوعظ دائما حتى يصحح الناس إسلامهم محمد بن أبي بكر جاء إلى أمير المؤمنين علي قال ابسط يدك أبايعك فقال أولم تفعل قال بلى ولكن أريد أن أبايعك على البراءة براءة من أبي فبسط الأمير عليه السلام يده فبايعه وقال له أشهد أنك إمام مفترض الطاعة وأن أبي في النار واحد آخر اسمه مهدي اسمه هكذا كان غلاما مولا لمن لعثمان أنا أحتمل أن يكون اسمه مهدا باعتبار كان مهدا إليه فاتخذه له غلاما أيا كان أيا كان اسمه هذا كان غلاما لدى عثمان لعنه الله فربي في كنف عثمان عليكم السلام ورحمتكم ما عرف الحق كان يظن أن خلفاء النبي صلى الله عليه وآله هم على التوالي أبو بكر عمر عثمان جاء زمن أمير المؤمنين عليه السلام فتبصر عرف الحق والحقيقة فجاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وبايعه على هذا الأساس أيضا بايعه على أنه إمام مفترض الطاعة وأن أبا بكر وعمر وعثمان في النار هذا تاريخنا هذا تاريخ أوائلنا قدمائنا من الرافضة وهكذا كان إمتنا عليه السلام يقبلون بيعتهم هكذا كانوا يقبلون بيعت الولاية والبراءة